الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة إجراءات وخطوات زيادة حجم الإنتاج من المنتجات البترولية وكذلك ما يتعلق بإتاحة المخصصات المالية اللازمة لقطع البترول الاجتماع شهد استعراضا لخطة وإجراءات وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لقطع البترول كما تناول الاجتماع جهود وزارة البترول لزيادة حجم الطاقة الإنتاجية من البترول والغاز الطبعي خلال الفترة القادمة وذلك بالتعاون مع العديد من الشركاء الأجانب وكذلك الجهود المبدولة لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف أعلنت الصحة اللبنانية مقتل ثلاثة مسعفين وإصابت اثنين آخرين بجروح جراء استهداف إسرائيل فريقا من الدفاع المدني وأفادت الصحة اللبنانية في بيان أن أحد المصابين حالته حرجة لافتت إلى أن الفريق المستهدف كان يقوم بإطفاء حرائق أشعلتها الغارات الإسرائيل الأخيرة في بلدة فرون وأدن رئيس الوزراء اللبناني من يجيب مقاتل عضوان الجديد ضد بلاده معتبرا أنه خرق للقوانين الدولية وعدوان على القيم الإنسانية ومن جانبه أعلن حزب الله اللبناني أنه أطلق وابلا من الصواريخ على كريات شمونة بشمال إسرائيل ردا على الهجوم الإسرائيلية تظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب لليوم الثامن على التولي للضغط على حكومة بن يمين نتنياهو للتوصل لاتفاقي وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإبرام صفقة تبادل وأشارت التقديرات الإسرائيلية إلى مشاركة أكثر من نصف مليون متظاهر في الاجتماعات أو في الاحتجاجات كما تظهر عشرات الآلاف احتجاجات أخرى قرب منزل نتنياهو في قيسارية وفي حيفا بالإضافة إلى عشرات المواقع والبلدات الإسرائيلية وأغلق المتظاهرون عدى الطرقات وأشعلوا الإطارات واشتبكوا مع الشرطة الإسرائيلية مطالبين بإسقاط حكومة نتنياهو أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أن لديها نحو 200 مدرسة في قطاع غزة تم أغلقوها جميعا منذ أكتوبر الماضي وأشرت الوكالة الأممية إلى أنها استخدمت العديد من تلك المدارس كمراكز إيواء للنازحين طوال الحرب لافتة إلى أنه في بعض هذه المدارس تعمل فرقها على أعادة ألف الأطفال إلى التعلم من خلال الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي والاجتماعي شارك متظاهرون في مدينة جينيفل السويسرية في وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وتنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ورفع المتظاهرون أعلم فلسطين خلال الفعالية معبرين عن استنكارهم للهجمات والجرائم الإسرائيلية على قطاع غزة والدفة الغربية ودع المشاركون إلى وقف المعايير المزدوجة وضرورة محاكمة الاحتلال على مجازره ضد الشعب الفلسطيني خاصة الأطفال ونددوا بالإبادة الجماعية في قطاع غزة تظاهر الألاف من أنصار اليسار في أنحاء فرنسا الاحتجاج على تعيين ميشيل برنيام المنتمي ليمين الوسط رئيسا للوزراء وعنات الداخلية الفرنسية أن 110 ألاف شخص تظاهروا في أنحاء البلاد من بينهم 26 ألفا في العاصمة باريسا في حين قدرت قيادية يسارية عدد المحتجين في مختلف أنحاء فرنسا بنحو 300 ألف أعلنت وزارة الدفاع في بوليفيا حالة الطوارئ الوطنية بسبب حرائق الغابات المستعرة وأوضحت الوزارة أن حالة الطوارئ الوطنية ستسمح للبلاد بتنصيق الدعم الدولي بسرعة وسيتيح الحصول على دعم أكثر مرهنة وفعالية من الدول الصديقة ومن التعاون الدولي ويتشهد بوليفيا أكبر عدد من حرائق الغابات منذ عام 2010 حيث أثت النيران على ما لا يقل عن 3 ملايين هكتار هذا العام ختم ومجد الثامنة فاصل ونعود لحضركم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر